بتوجيهات من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حكم الشارقة أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرارا يقضي بتمديد فترة تعليق إقامة كافة الفعاليات الاحتفالية في صلاة الأفراح وأقاعات المناسبات والفنادق والمرافق الحكومية والمجتمعية كإجراء وقائي واحترازي وذلك ضمن إطار جهود دولة الإمارات الحتيثة للمساهمة في السيطرة على فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ومنع انتشاره وانطلاقا من الحرص على حماية وصحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم على أن ينفذ ما جاء في القرار اعتبارا من الأول من يوليو القادم ويعمل به حتى نهاية يوليو 2020 علما بأن المدة قابلة للتمديد